هل التجارة الإلكترونية تدخل فلوس وارباح؟ انسألت وايد من كثير من المتابعين ومن الناس هذا السؤال صج التجارة الإلكترونية هذه اللي قاعدين تكلمون عنها أنا وغيري بالإنستغرام وغيرها تدخل فلوس؟ تعال أقول لك السالفة قبل كان واحد إذا بيفتح لمحل أو سوق شعبي أو جمعية كان يأجر لمحل كبير وحط لها ديكورات ويجيب بضاعي يسوردها ويحطها بالمحل هذا ويحط لها موظفين ويبدون يبيعون وكان يسوي الإعلانات مثل لوحة كتابة يحطها عليها في الشارع أو جدام المحل أو كان يسوي إعلانات عن طريق التلفزيون أو عن طريق الجريدة هذه كانت أيام أول ثمانينات وأول تسعينات وحتى أول ألفين بس الحين تغير الزمن حيل 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 التلفونات الذكية هذه عكست الموازين وغيرت الموازين كلها ستيف جوبس مؤسس وصانع الآيفون رأى حق مدير تسويق شركة كوكاكولا وقال لها بالبداية قال لها تعال اشتغل معي في شركتي خنسوق ونبيع هذا التلفون طبعا كوكاكولا فقال لها أنا آسف ما أشتغل معاك بعد فترة رد لها ودزل رسالة وقال لها تعال يدا بيد لنغير العالم نغة تسويقية وسب تسويقي قنع هذا الرجل وانتقل من كوكاكولا إلى شركة آيفون والحين كلنا وكلكم وأغلب الناس يستخدمون الآيفون والجالكسي اللي متوازينوا تقريبا نفس الصفات واختلافات بسيطة شاهد الكلام تغيرت الدنيا تطورت صارت هذه التلفونات هي تنقلك وتنقلك إلى أي مكان بضغطة زر وحدة تقدر أنت تسوي إعلان لملايين الناس مئتين دولة كل دول العالم تقدر تنشر لها تقدر توصل بضاعتك وسلعتك ومنتجك لأي مكان تبي الشي الثاني صار فيه شركات إيه هي تطلب منك أنك تسويق لها وتبيع وتعطيك أرباحك وانتقعد في بلدك في مكانك بل بالعكس اليوم عشرين بكرة واحد وعشرين من الشهر كل واحد وعشرين من الشهر إلى يوم ستة وعشرين من كل شهر الناس اللي عندهم قنوات على اليوتيوب واللي نزلون محتوى اليوتيوب ينطلون أرباحهم تنزلهم في هذه الأيام فهذه صارت تجارة وصار ربح تغيرت مفاهيم الناس تغيرت مفاهيم التجارة وإنشأت أحداث وطرق أشياء جديدة فالتجارة الإلكترونية دخل فلوس إي نعم الدخل فلوس التجارة الإلكترونية لها أكثر من طريق وأكثر من مسار تقدر تشتغل في التسويق البيع المباشر والبيع الشبكي البيع التسويق بالعمولة تقدر تحط أنت منتج وخدمة بيحة دروب شبينغ دروب سيرفس تقدر أنت تشتغل بأي مجال من خلال التجارة الإلكترونية من تليفونك وتقدر تدخل فلوس من خلال هذا البيع وهذه التجارة فإذن فيه فلوس من التجارة الإلكترونية وأنا الحمد لله شخصيا واحد منها سنطر بكرة تنزل لي أرباح اليوتيوب وغيرها وقعد أشتغل فيه أكثر من مجال الحمد لله بيوم ينزل إيميل بيعها باعتين وتيني أرباح السؤال لك أنت الحين هل أنت مساعد تشتغل بالتجارة الإلكترونية ولا لا جاوبني في التعليقات وإذا تبقى أي استشارة اسألني